ملف المعاقين قيد التقصي والتحقيق نيابيا الخطوة جاءت بعد تكليف مجلس الأمة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم التقرير بشأن إعادة التقييم وازدحام المراجعين وتأخر الأثر الرجعية بالهيئة العامة لذوي الإعاقة الآن نحصل المشكلة ونعرف مين منبع هذا التزوير اللي صاير قرنت هذه الرسالة بتقديم تعديل على القانون يجعل من الواجب سجن لاثنين مدعي مدعي الإعاقة من جانب والمزور الأكبر وهو من استخرج لهذه الرخصة من يتبين بعدين أنه مدعي الإعاقة وما تنطبق ممكن حالة النيابة واسترجاع الأموال أما من الآن إلى الانتهاء من التحقيق وإحالة الملفات يمكن أن نأخذ ثلاث تشهر أربعة تشهر ووقف خصصاتهم وعدم الصرف لهم هذا غير مقبول كليا يستوجب أن يتم توقيف كل شخص ورد اسمه بالتواقع في هذه الأمور حتى نبعد شبهة الاستفادة من الموقع الحالي فيه وزارة الشون دافعت عن تحركتها بشأن ملف الإعاقة مؤكدة أنه بات بحوزة النيابة في تغيير في درجة الإعاقة بينها أيام أو ساعات ساعات حلنا هذه الملفات كلها إلى النيابة بكل الأشخاص الموجودين فيها في خلال شهرين سيتم استخدام إن شاء الله ذوي الإعاقة من بيوتهم يستطيعون أن يخدمون كل بياناتهم وكل طلباتهم ومن المقرر أن ترفع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرها بشأن الملف بعد الانتهاء منه للمجلس لتنهي بذلك جدلا استمر طويلا ترجمة نانسي قنقر